إذن نواصل من حيث انقطع الفيديو لأن الفيديو سيتقطع ونتنكمل وفضينا الرغبة إذن بالنسبة لهذا الملف كما قلتها سابقا إذن كنا في الزمان وفي المكان وأوصلنا المظلومية فعلا قبل الانتهاء من إعداد الملفات التي سيتم يعني برمجتها من أجل معالجتها خلال هذه السنة والسنة المقبلة نظر عن المالية التي ستعالج التي ستنزل قبل أن تنزل النظام الأساسي الجديد التي كانت متضمنة في النظام في الاتفاق المرحلية الـ 2022-2018 يعني كنا في الزمان والمكان وكنا أقرب من حبل الوريد عندما قام السيد الوزير الوصيح للقطاع بفرزي وتصنيفي وترتيب الملفات حسب الأولوية حسب الأولوية وبالتالي فهذه الملفات المطلبية حسب كل نقابة دات التمثيلية أو حتى النقابة اللي فقدت التمثيلية كل نقابة جاءت بالتصور ديالها وبيعني بالملف المطلبية سيد شكيب بالموسى قام بوضع خارطة طريق أو ورقة طريق من أجل حل هذه الملفة لأن اللي تهمه هو هو تنزيل لإصلاح ديال المنظومة التعليمية والتنزيل ديال المشاريع 32 وتفعيل وتدبير وتنزيل وأجرأة القانون الإطار 51-17 الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد الرؤية ديال 2021-2035 لجميع الإصلاحات اللي غاديتكون سواء في الأنظمة ديالتقاعد سواء في المنظومة ديال الوظيفة العمومية اللي هي الآن أصبحت يعني إصلاح الإدارة إلى آخره فهي كلها تتماشى مع النموذج التنموي الجديد والجهوية الموسعة طبعا بطبيع الله دين هنا يعني أي واحد ما كانش في الزمان والمكان المحددين فلن لن يستطيع أن يضع ملفه ليكون ضمن الملفات التي سيتم معالجتها والتي حددت في 27 ميل هذه هي للتركير فالإنسان من نتيجة آخر لحظة في الآخر لحظة لكي تصور يقول لك سأضع الملف حط الملف تل 15 تل 13 5 عن أي ملف تتحدث في كتو عامين ونص أوه فين كتو عامين ونص عامين ونص فين كتو في الوقت اللي كانت يقول لك را النقابات المعلومة رشد الملف إلى آخر هذا هذا وفي آخر المطاف تل جودك الشي اللي كنت نقوله هو اللي كين ما كينت ميل ما كينت تشي ميل إذن هنا يعني نفس الأخطاء اللي داروا اللي قدام اللي قساو ما قبل 2012 وهي الأنانية المفرطة وكل واحدة سطع لك والتو والشخصانة هي اللي تضيع الحقوق والتأويلة الخاطئة كانت سابقا غير بعض المصالح الإدارية التي تقوم بتأويلات خاطئة من أجل يعني يعني ضايا الحقوق ديال ديالشغيلة وأننا تلقوا حتى بعض بعض المنتسبين إلى البعض يقومون بتأويلات خاطئة ويقوم بالإفتاء في أشياء يجهلونها فأي قرار تيكون إنفرادي رقد يصيب وقد يخطئ لك شيء لأي داك تيكون لا بدي يكون معه مستشارين وزير تيكون معه مستشارين وزير دير أي قطع تتلقى معه مستشارين وتتلقى هذك الشي اللي غادي ديره وذلك المشروع اللي ديره لا بدي يعرضوه بعدها الخبراء في مكاتب دراسات إلى آخر ورغم ذلك أي قرار يبغي ياخدو أنت قبل ما ياخدو هذا القرار خاصو يكون يستشير مع المستشارين دياله إلى آخر الخبراء والناس تتلقى واحد تيقول لك هذك الشي اللي قلت وإلي كين قد يخطئ وقد يصيل ولكن من تتوجه بوجهة نظر وتتعلل يعني طرح ديالك وبأن هذا الشي اللي تديره رمغي يوصل لنا التجهاجة لا يقتنع خاصو يدير ذاك الشي اللي فراس هو ذاك شي اللي قال له راس هو هو اللي يدير فالعمل التنصيقي فيخضع إلى يعني المجموعة هي التي تقرر وليش الشخص الفردانية الشخصانية هو الكلمة اللي قال هي اللي خص تكون ويفرض الكلمة دياله على الكل والله أخير انت يقول له بحل الموريدين غتها بعينه اللي قال هي قال هفلان اللي قال هفلان يلي كاين فالمطالب لا تحققوا بهذه الطاريخ نهائيا ونحن من جانبنا لا نتخذ أي قارة وخل نكون متأكدين منه لابد لابد تنستاشر مع الإخوان لابد أن نستاشر حتى يقتنع الجميع لتن ناخد الخطوة اللي غد اللي غندير لابد من الاستشار لأن عندك أمانة عندك ملف ماشي ديالك بوحدك باش تغدد تاخذ القارة اللي بغيت تمسؤول على مجموعة من الناس اللي دروا فيك الطيقة ورشحونا باش نكونوا مسؤولين إذن خلصنا نكونوا نتشاوروا مع بعضنا البعض نسقوا مع بعضنا البعض باش ننجحوا في المهم المدينة اللي تهمنا هنا هو الوصول إلى بر الأمن هو تحقيق الهدف لسطرناه بعناية وغد نوصل لي إن شاء الله أما الآن فهناك يعني هذه الملفات إن شاء الله راه للدار 27 صافر فضينا لهضر راه من جاء رأيس الحكومة سي يعني سي أخنش وعطى الضمان هذاك منيجار وعطى الضمان بأن هذه الملفات ستنزل مهما كلفت نهائيا ستنزل مهما كلفت ولكن هما داروح البرمجة زمانية لأن هناك ملفات ضخمة لغذية تحل ولا يمكن حلها كلها مرة واحدة حتى الملفات اللي ستتحل داخل النظام الاساسي الجديد ستكون هناك عبر دفوعات لا يمكن لذلك كاملة لذلك زادوا 1-3% بالنسبة للكوطة الحصيص كان 33% ستنزل 36% إذن سيكون هناك 1 نسبة 100 أو 36% اللي ستنزل من أي ملف ما سيكون كل شي ممكن ولكن بالتضروش ولكن الجدول الزمن حد ديت حال 7500 درهم اللي يبدأ بها الأستاذ رأيها حقيقة وغد يتكون ولكن غد تكون في 2026 أو 2025 مهن الماكس دي 2026 هاد 1000 درهم اللي قالوا تاهمه غاد يتكون ولكن في حدود 2026 2025 2026 قل 2026 أما هذي الملفات اللي غد تعالج تايير دار رول حل الجدول الزمن ية 2022 2024 هذي الملف هذي الملف ديال ضحايا النظامين راه منطبط كين كين هناك يعني هذي وحل جدول زمن يدي ديال هو لأن هذي 27 راجلنا كين 22 6 ملفات هذي 22 21 ملف فهذي تتحل سواء في النظام الأساسي سواء بالمارس المتعديلية هذي تتحل في الميزانية 2023 الآن اللي تنضرو عليه وهو هذي إصلاح ديال أنظمة التقاعد اللي غادي يبدأ ابتداء من شتان المقبل والآن خرجوا باش يديروا باش يديروا واحد رؤية موحدة من أجل حلول واقعية ومستدامة لإصلاح أنظمة التقاعد وهيكلتها في نظامين في يعني في قطبين عام وخاص إذن هناك باش الآن رأي بداس يعني المشاورات مع المتدخلين والشركاء يعني سواء النقابة التمثيلية إلى مجتمع مدني إلى كلش جميع المتدخلين اللي تهمهم ومضافين إلى آخره اللي تهمهم الإصلاح ديالأنظمة التقاعد لأنه كان مبرمجا من زمان والآن هو في نسخته التانية وكان هناك يعني تصور لمعروض الآن لعرضة وزيرة المالية اللي تتسهر على الإصلاح ديال المنظومة ديال الصناديق التقاعد باش يتطافقوا على السيناريو يعني قوي ومستدام و يعني يضمن ديمومة ديال هاد السناديق ولكن خاص هاد الإصلاح ما يكونش على حساب يعني الموظفين والمأجورين فخاص لا بدون باشي حافظوا على مكتسبات إذن كين هناك ملفات بحال الآن ولا لا تنسمعوا على سياغة سياغة سيغة أو إيجاد سيغة موحدة من أجل حل الملف ديال غير مستكملين إذن هناك سيكون هناك معالجة ديال ديال المستكملين متنقل مستكملين المستكملين 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 الشرط النظامي بعد تحيين الوضعيات الإدارية ديالهم ومنحهم سنوات الاعتبارية إلى آخيره ولكن قبل ذلك سيكون هناك سلة التاسعة كما داروا في الصحة بين التصور الصحة لأن من التاسعة للعشر سيعين يعني مباشرة في العاشر من العاشر اللحظة تمنحه له سنوات الاعتبارية لإستكمل الشرط النظامي ورقة لما استكمل الشرط النظامي يؤجل وجميع الآن هذه الساعة باش تقولوا ما بغان تقولوا نضروع لا ما قبل ولا ما بعد غايولوا فئة ديال غير مستكملين هاد الفئة ديال غير مستكملين هما اللي غادي يوجدوا لها واحد الصيغة موحدة من طرف جميع النقابات الاكتر تمتيلية وسيتم يعني المعالجة ديالها بالموازات مع اصلاح انظمة التقاعد ونكتفي بهذا القدر باش ما بغناش ندخلو في اليد الطحي اذا انظمة التقاعد هاد المشكل ديال غير مستكملين وبالنسبة للزيادة في المعاشة في المعاشات سيكون لهم هاد الجوج غيكون عندهم ارتباط بالتنزيل ديال الاصلاح ديال انظمة التقاعد اللي غير يبدأ في شتانبير يعني الاعداد ديال المشاريع التعديلية دياله اللي غير تعرض في الدورة المقبلة ديال اكتوبر ديال مجلس من تفتح مجلس النواب على اساس انه سيتم انزل في تنزيل الاصلاح ابتداء المفاتح يناير 2023 ونكتفي بهذا القدر ربا اليوم رائعا لا اله محمد رسول الله قادمون ان شاء الله قادمون قادمون اذا المشكلة اللي غير يتبقى لترهق الجميع وهو وهو التوظيف الجهوي او التوظيف العقلة لان هذا الاوراش اللي قلت سيتنزل الآن سيتنزل الورش لالاصلاح لإدارات العمومية او العامة سيقول لدينا خدمات عامة بسيرفيس جنرال ويقول لدينا كواظر بالتعليم وهذا النظام الاساسي الجديد سيكون فيه بالزب الهيئات ستحدث وكينين هايئات اللي كانت اذا هنا يمكن تنقول الإدماج كما قلت سابقا وكينين دولك لبعضين شي بدو تيراوغ وتيقول لك ان تفتح لهم باب ترقي الى الدرجة الجديدة ورش الانتقال الى اخير الحركية هذا لا يعني انه سيتم الإدماج دين إدماج بين واضح انك تحدث لك منصب مالي طار ومستده كون عندك اني ملود الصوم رقم ميكانوغرافي وغالبا غيكون رقم ميكانوغرافي جيهاوي لان هاد التوظيف الجيهاوي لابد ما غادي يديرو ليش مرسوم تعديلي باش يأطرو قانونا باش غي ويلو عدنا غي داخل هادك النظام الاساسي الجديد يعني موظفين يعني ممركزين خاضعين للنظام المركزي ونظام لا ممركز غيقول له عدنا موظفين خاضعين للنظام ديال الوظيفة العمومية ونظام ديال يعني النظام الأكاديمي موظف الإدارات العامة إذن خاص مناصب مالية تحدث مثل يقول الإدماج خاص مناصب مالية تحدث داخل القانون المالي المقبل إذن هذا هو الإشكال اللي باقي وهذا هو اللي تقول في السيساك بالموصب أن هناك غتكون هناك حلول المتاكرة نبغي نشوف هذه الحلول المتاكرة كيف تكون أما التحفيز إلى أخير المرضوضية إلى أخير وهذا الشي شروط والمعايير اللي غتكون ديال تقييم ديال الأستاذ أو الأستاذ مستقبلا ومن بين هاد المعايير غتكون المرضوضية إلى آخره وأيضا كما أشار بأن غتكون هناك يحافظ على المكتسبات اللي كانت باش ما تضيعش وسيضيفونا سيضيفونا هناك مكتسبات جديدة ولكن أهم حاجة وهو الإدماج ديال الأستاذة الذي نفورد عليهم التقاعد أو أطر الأكاديميات أو أطر نظامي الأكاديميات حتى يتم إحداث مناصب مالية خاصة بهؤلاء الأستاذة ويكونون يعني عندهم واحد استقرار مالي مادي نفسي اجتماعي باش ينخارط في ورس الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وين خارط الورش الضخم ديال إصلاح ديال المنظومة التعليمية والرقي بالمدرسة العمومية ونطلبهم الله السلام والعافية ونشوفكم بخير تلغد إن شاء الله كان بزادي الأشياء بغنا نتبادلوها ونقولها لكن قد نشوف الخام بقوة تلغد إن شاء الله في مشكلة أدما ليك وليك أدما ليك وليك فإننا دائما أؤكد أنني في وضع دفاع ولست في وضع هجوم حتى أتهج مع العين كان ولكن مني تنشوف الأمور يعني واحد تيبغي لعبلك بيرجليك فمتيبغاش عندي شي شي أوبستاكل نحرة العقبة مع العين كان ولا يهمنا يعني ما يترتب عن ذلك نهائيا والحقوق دينا قد نخذ إن شاء الله وكون على يقين بأن الجميع إن شاء الله سينصف ولو يعني عبر مراحل ولكن الجميع سينصف بإذن الله لأن ذلك فيه إجماع إجماع الجميع سينصف بإذن الله وما ضاع حق وراءه مطالب وفي الاتحاد قوة وفي التشردم ضعف وهوان ومذلة يدام شوفو كومبيه ترجمة نانسي قنقر